بعد أقل من عام على الإعلان عنه انطلق في السعودية أول دوري نسوي لكرة القدم في تاريخ البلاد هو دوري نسائي خالص بلاعباته وجمهوره ومدربيه وإداريه ولن يتم نقله على القنوات التلفزيونية حصلت المرأة السعودية على الحق في دخول الملاعب والاستمتاع بمتابعة مباريات كرة القدم ثم بدأت الدعاية وأتحدث عن هذه الدعاية والتي بثت منذ فبراير شباط الماضي للانخراط في أول دورية نسوية لكرة القدم ويقول في الدعاية هل أنتنا جاهزات؟ هكذا كان السؤال بالفعل انخرطت الشابات السعوديات في فرق محلية من مناطق عدة من السعودية وهكذا كانت التدريبات في واحد من ملاعب مدينة الظهران شرق المملكة وانطلقت هذه التدريبات أمس ستجرى المنافسات في ثلاث مدن رئيسية وهي الرياض وجدة والدمام بمشاركة 24 فريقا في ثلاث مجموعات وتستمر المنافسة لغاية الثامن عشر من يناير كانون الأول المقبل الدوري جاء بعد تأسيس أول فريق لسيدات في السعودية العام الماضي ويبدأ سن اللاعبات من سبع عشرة سنة فما فوق وسينتهي المنافسات بكأس الفوز وبجائزة مالية قدرها نصف مليون ريال خمسمائة ألف ريال أي مئة وثلاثة وثلاثين ألف دولار أمريكي من التغريدات وردود الفعل بروق الوسم يقول أن نساء هالزمن زمنهم طيب وحنا الرجال متى يصدر قرار يلزمنا بالجلوس بالمطبق والاعتناب بالأطفال الرضع والله قاهر نبي نغير ما نبي كرة القدم جلمود جلمود يقول طيب زي ما سمحته للبنات يحضرون الملعب ويشوفون المباريات احنا نبي نحضر المباراة ونشوف الفنيات والحرافات ماذا تقولون مساواة وكذا فاطوما فاطوما تقول والله مو لازم نقلد أجانب بكل شيء علشان نثبت للعالم أننا متطورين إذا الكرة النسائية العالمية ما إلها إقبال ولا شعبية فكيف هنا لابس حجاب وتراكضين وراجل منفوق وقدام الله خلقه نجلة هذه تغريدة نجلة تقول فيها تذكروا بداية التلفاز والفون وكل شيء كان محاربا وكثير من مجتمعنا يحارب المرأة بشكل خاص بدون أي سبب لا تهتموا لتعليقات السلبية وأثبتوا أنفسكم موفقات يا رب الفوز من نصيب المستحقات آخر تغريدة توقف عندها من سعد يقول هو محاولة إخراج المرأة من العفة والحياة إلى الاسترجال والاستعراض أمام الآخرين السعودية أكثر من مجتمعات محافظة في الحقيقة في الشرق الأوسط لماذا قد تحتاج لكرة قدم نسائية رئيس اتحاد الرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال يقول الدوري السعودي لكرة القدم لسيدات يعد قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام بالنسبة لمستقبل بلدنا طموحنا ورؤية كل رياضيين يتم الاعتراف به ودفعه إلى أقصى قدراته منظمات حقوقية كانت منها منظمة العفو الدولية علقت على البيان في السابق تقول هذه الخطوة سيرحب بها سعوديون كثيرون لكنها تذكير مؤلم بالوضع المروع للنساء والرجال الذين طالبوا بالتغيير والسعودية تستخدم بريق الرياضة من أجل تحسين صورتها والترحيب بهذه الخطوة يكون بعد إدماج أولئك الشجعان الذين ناضلوا لعقود وحبسوا من أجل التغيير ينضم إلي عبر خدمة سكايب من الظهران السعودية مدربة كرة القدم النسائية مرام البوتيري مرحبا بك يا مرام طيب أنت تدربين الآن فريقا سعوديا أين تدربت أنت لكي تكون مدربة ولديك الكفاءات تدربت أولا شكرا على الاسترافة أنا تم تدريبي في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وحاصل على الرخصة الآسيوية وأيضا تدربت من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وحاصل على فوتبول ومن الليدرشب فعندي رخصة من الاتحاد الآسيوي ورخصة من الاتحاد الأمريكي طيب جميل المستويات التي تدربينها في الدوري النسائي هل هناك مهارات للعبات شبه محترفات أم كلهن مبتدئات في هذا المجال؟ والله تختلف المهارات والقدرات على حسب ما مثل اللعبة بدأت تلعب فيه عندنا المحترفات وفيه عندنا اللي هما نقول شبه محترفات وفيه المبتدئات المبتدئات أغلبهم نحن عندنا في الفريق الرديف فما رح يشاركون معنا بالدوري إن شاء الله لما يوصلون لدرجة شبه محترفة أو محترفة تقدر تلعب معنا بالدوري وفيه أكثر من فريق هاويات الكرة النسائية بشكل عام في جميع أرجاء العالم حتى هنا في بريطانيا لا تلقى شعبية تذكر كيف يمكن للكرة النسائية في السعودية أن تنجح؟ أنا خالفك الرأي يمكن هذا الكلام قبل أربعين سنة صحيح لكن حاليا أنا واحدة من المشجعين لكرة القدم النسائية والرجالية النسائية كنت أنا في كأس العالم كان لها حضور أكثر من كأس العالم الرجالي فأختلف معاك بالرأي بالنسبة لكرة القدم النسائية حول العالم أما بالنسبة لكرة القدم في السعودية يكفي أن أول دوري نسائي هنا في السعودية وفي عندك ستمائة لاعبة ما بالك لما يتطور الموضوع ويصير في النسخة الثانية والثالثة والرابعة كل شكر لك وبالتوفيق كنت معي من الظهران السعودية مدربة كرة القدم النسائية مرامة البوتيري شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها